اشتركوا في القناة اخذواني بسيارة ورجعوني ومشي اصبر يا زيان اصبر يا زيان بس لا تعدوش ماشي خلينا عاوض أساسة بتطلع الفكرة شوي انا نفسي افهم مين العبقري اللي قال انه الخطبة احلى فترة بالحياة يا جمعة الخير من اول ما يروح ينقض العروس وحطه الشاب بالكرس الخلفي بالنص لانه عمته اختبوه معاها ضغط ولازم تقعد جنب الشباك والخطبة مش مليحة يعني هذا اللي بيقول الخطبة حلى فترة بس يجي ورجيني وين هي يعني وين هي هاي اللي بيسولف عنها طبعا قبل ما يقضوا بالمحكمة بدي يظل الشاب ينافق لعمه ابو خطيب تتايدوخ كل ما سولف سولافة بلى طعم ما يضحك عليها ويجامله يعني ويهز برأسه عساس انه يعني العم قاعد برش حكم ومواعظ بيظل تفضل عمي تفضل يا عمي لا والله انت اول على اليمين يعني كثير مؤدى بالشاب هو خاطب أول شي وأول ما يطلب القاضي يروحوا يصوروا الهويات عموا بيجحروا يعني يروح صورهم بيظل يا حرام الشاب يقضيها طالع نازل طالع نازل والعارق شو يشر من أباطه شر وحاط محرم قال عقبة قميصه عشان ما تتوسخ ومش صاح للمسكين يطلوا طلّه هيك صغيرة على عروسته بشلن وكل ما حاول يأخذ لك طييته بطرف العين تيجي عم تبتقوله لا إله إلا الله ومحمد رسول الله يعني بطلش كثير حاج ماشي يعني هالساعة يعني حبكة تتحللي ما عاش طول النهار تتحللي بعدين وين فحص الدم هذا هو هل قبطت المقدم نعم قبطت المقدم هل قبطت الأثاث نعم قبطت الأثاث يعني كان المسكين محكمة عسكرية ما علينا بروحوا يشتروا ذهب بتلاقي أبو العروس يا إخوان يعني ماشي قدامه إلا ما بده يشتري من عنده واحد صاحبه يزم ما بديش قال لا هذا براعينا يزم هو إحنا بدنا نشتري خيار طبعا باقي أبو الذهب يضحك على الحجي بهالزمانات ومصدق أنه يعني براعي بفوتوا شلون أبو خالد قال عساس أنه يعني مخاوي عليه بيجا ذاك بيقول له أبو خالد ترى جاري مشاني أدكول محل الجنبي بيقدر خطيب البنت يضحك طبعا لا لأنه لازم يبلع الضحك حسنا ما يزعل عليه عمه يعني زي اللي بضيع العطسة مشان ما يشوفوش قال أحلى فترة الخطوبة يزم وين أحلى فترة يا إخوان يعني يوم يصل الدار بعد أربع ساعات لف بالسوق بيجيبوا للعريس كاس مي صاخن ويفتحوا للشباك بس المروحة ما بيشغلوا له إياها يعني بيحسسوا أنه معاقب زي تبعين قوانتا ناموا هذا فايت هذا طالع كل الدار بتحضر إلا الخطيبة بعد ساعة وأنه نسيبه جاي دافش الباب دافش بصدر مقلوبة ثلاث قداحي تبعات زلطة وصحنين راي ببياتات أول ما إلقى بأكلها زي النار ساقف حلقه بيبقبش للعريس ومع هيش لازم يقول إيش لم وديش عمي والله هاي مقلوبة بتجنن عدا بتلاقي الرز معجن وفيش ملح والجاجة قدمة هناية كمان شوي بتطير من الصدر عدا عمته أم خطيبته شو بتقول له والله هذا طبخ فلحة عن خطيبته ما شاء الله يسلم وديش فلحة قاله خجلان هيش يعني مكيفة هاي خطيبته ولا بتعرف تطبخ ولا بتعرف تقليبيضة أصلا يزا مين قال لك إنه الخطبة أحلى فترة خصوصا هون عندنا كل العيلة بتقعد بحدك كل الجيران بيجوا على الغرفة يا رجل بتقعد زلما خطيبته اللي بيصورف عن العمار إشي متهاوش مع القصير وجايش كده العريس من القصارة إشي بيصورف عن محمد القاسم ملاقي لقية إذن شو دخل العريس بمحمد القاسم إذن لا وإذا واحد من العجايز قاعد مع الخاطبين لازل تقول للعريس هو يا جدي هالمصل وحطها عرج لي شايلات زيتونات كل سنة حجأني شو دخلني بالزيتون والنوار حجأني شو دخلني بدو التلقز كل ياته بأوروبا يعني الخاطبين بروحوا يشربوا قاها وعنهر التايمز بتصوروا بساحة برج إيفل إحنا هون وين بدوا روح الخطيب وين بينه أول أسبوع خطبة خالصة عجدتها أممها باقي مريضة ما قدرتش تحضر حفلة العرس العقد بيجبروه يأخذ علبة توفي وروح يا على عامها الكبير كان يضربته جلطة قبل قرية الفاتحة بيوم بمعطه مكسة بردقان هالقد طلع يزم مين قال لك أن الخطبة هنا أحلى فترة يعني لو بدك تروح أنت وياها تحجز بسالون عرايس أو تستاجر بفستان وانتوا عاقدين العقدة إلا ما يودي معك أخوها يزم هو إحنا رايحين على تركيا نص ساعة وراجعين قال لا خلي الولد آمن آمن عاد الولد ملعون الحرص يبتم فتح شهيده على دور العريس بيصير بده بوضة أم الليرة الشكولات أم الـ 75 وبطاقات شحن وياريت عادكك قاعدك بالنص زي الباصور يعني لو يطلع يد الواحد بطرقه شف بلزقه بخالته اللي معها نقرس ما بيوفر يزم الخطبة مليحة وكويسة يوم نحس إنك سعيد مبسوط تقعد مع الصبية تتقمص دور كاظم الساهر بيقول يحبك مش عقدوك ويسر عبد الكريم عبد القادر بيوم وليلة وكل ما طلعت على البنت تبتسملها شوي بتنطر حجة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله إذا حجة أنا يبدأ أصيبها بالعين ما هي خطيبتي تبتسملها شوي من قلبك يا تبتسملها شوي قبلنا كل ليلة يا تبتسملها شوي قبلنا كل ليلة من قبلنا كل ليلة تعيش حميلة